ده بالنسبة للمسرح لكن لو تكلمنا عن الجزء الخاص بنقابة الممثلين يعني أنا عرفت كده زي ما قلوه عصفور قالتلي أني أنت فكرت أنك تستقيل من النقابة إيه السبب؟ أنا استقلت بالفعل أنا بعد ثلاث شهور أو شهرين بالضبط يعني لما في أول انتخابات بعد الثورة انتخابات نقبية يعني بعد الثورة قدمت فيها ونجحت بأصوات عالية جدا وقعدت عضو مجلس إدارة لمدة شهرين فقط واستقلت ومشيت طيب وفكرة العودة ده أنا العمل العام أنا لا أصلح له إطلاق أنا لعب فيه أنا مش في الناس يعني أنت صورت أن أنت يعني رجعت في قرارك وعدت علشان أنا كنت داخل متخيل أن العمل العام أنك تواجه مؤسسات وحاجات لصالح الناس اتضح أن الحكاية مهاش كده يعني هل أنت غير راضية عن أداء النقابة؟ مش مسألة غير راضية أما النقابة تعمل ما تريد هي حرة بس بيجي لك لحظة كده بما أنك جوة منظومة مش عارف تغيرها فخلاص سيبها يعني إيه الفكرة أنك تواجعت في مكان ما أنت الشراضي عنه؟ طب بصراحة كده يعني على إيه؟ خلاص؟ بصراحة كده بس ما يبقاش بإسمي يبقاش أنا يعني جزء من هذا الفعل أو هذه القرارات أنا مش مسؤولة عن هذه القرارات لإني ما أشارك فيها فسيبت خلعتي نفسي وناس حرة بقى طيب بصراحة كده أنت هل راضي عن أداء دكتور أشرف زاكي ولا غير راضي؟ دكتور أشرف زاكي راجل مخلص جداً وبيعمل شغلة كتير جداً للزملاء على فكرة جداً المشكلة مش لا في أشرف زاكي ولا في أشرف البفور المشكلة في المنظومة نفسها؟ لوائح غلط لوائح مش مزبوطة وهي كتلفكة اللي دي إحنا نكمل باللواح دي ما ينفعش أكمل باللواح مكتوب فيها أنه لازم تقدم تقرير ربع سنوي لوزير الثقافة عن أحوال النقابات الثلاثة مش حاجة اسمها كده ده كيانات أهلية وده شخص رسمي يعني شخصية ما ينفعش يعني نقابة تبقى تابعة وتقدم تقرير لوزير الثقافة مش حاجة اسمها كده يعني وزير الثقافة يحل مجلس النقابة ده كيان أهلي لا سلطة لوزير علي وبرضو فيه في اللي حقولك نجيب شغل مفيش حاجة اسمها نقابة تجيب شغل للزمر نقابة تحميك لما تشتغل في مكان تحميك وتجيب لك حقوقك لكن تروح تشغلك بالعافية عند ناس إزاي في حاجة اسمها كده ليس من مهام النقابة تزارع القبول في وشش الأعضاء وما كنت في النقابة حاولت أعمل حاجة تانية أهم من فكرة التشغيل والكلام ده أن أعمل جيم وأعمل مكتبة بصرية يعني يبقى عندنا ناس بتنمي جسدياً وبتنمي ذهنياً دي الحاجات اللي أقدر أنمي بيها وأطور أدوات الممثل حصل تعطيل لده وتعطيل لده وفضلنا على القوانين بتاعتنا فهي مش هينفع أشتغل بالقوانين دي وهيجي أشرف عبدالغفور تعيب وأشرف زاكي تعيب ويوسف شعبان تعيب وقبلوهم حمد يغشق والناس كلها تتعبوا تعمل شغل كتير بس مش هيحصل لأن المنظومة غلط المنظومة اللي وايح القوانين مش مظبوطة وحاولت أعمل حتى موضوع القوانين ده برضو ممشيش يمكن دلوقت الزومة لربنا عينهم يكملوه بس أنا مش هينفع يعني أشتغل بمنظومة أنا مش موافق عليه يعني حد غير يشتغل أهم مع الناس أحرار وربنا يعينهم على الحمل يعني بس أنا ما أقدر طيب أنت شايف أدوار النقابة دلوقتي هل خدمت بس أعضاء النقابة ولا إيه الأدوار اللي بتقوم بيها بشكل فعال أي نقابة في الدنيا مهمتها الرئيسية رعاية الأعضاء والمهنة يعني لو شافت فيه حاجات مخاطر على المهنة تقف لها تقف ضدها عشان تحمي المهنة وتحمي العضو نفسك عضو في تعاملاته مع الشركات فقط دي الفكرة يعني يعني لو النقابة في إيديها تخدم الشركات الإنتاج تخدمها لأن ده بصالح المهنة ما هماش ضد بعض ما هماش حاجة يعني طرفين بالعكس ده هم الاتنين يعني اعتبروا يعني ركنين في نفس المبنى يعني الشركات والنقابة هم واحد يعني عشان ينتجوا فنه مصري فتبقاش الخنائة بين النقابة والشركات لا الاتنين يعملوا ما فيه صالح المهنة يعني انه انه تحافظ على حقول الفنان يعني احنا بنتحرط 24 ساعة في اليوم عشان ايه عشان مش عارف فيه أسباب كتيرة يعني احنا عارفينها وكل الناس عارفاها يعني يبقى فيه موعيد للمسألة دي وبقى فيه انضباط لعبة الموعيد في الشغل دي فيه كتير النقابة تعملوا وتقوم بيه للناس الزملاء يعني وللمهنة يعني ده اي نقابة ده دورها تحافظ على المهنة والعاملين في المهنة نقابة بقى الأطباء نقابة الصيادلة نقابة الممثلين مش فرق يا دي النقابة شغلها كده فيه بعض العاملين داخل النقابة والفنانين المصريين فيه كتير وينهم يعني بيتمنى انه يتم تحجيم عمل الفنانين العرب في الأعمال الفنية لا فيش حاجة يسمعك ده ده غلط غلط يعني نحجم الفنانين العرب فين العرب ينوروا في اي وقت مصر ولما جوش مصري يروحوا فين يعني هم هنكلموا برضو على فكرة انه فيه فنانين كتير قاعدين في بيوتهم عايزين يشتغلوا يا ستي فكرة التمثيل بشكل عام هي والله ما نعرف اقولي ايه بس خدينا نبقى صورة حولين يعني اي حد بعرفين تقتلت جمل على بعض في الفترة دي مع كترة المسلسلات دي بيشتغل أربع خمس ستة أعمال على فكرة وتعالى بالورقة والقلم وشفت ثلاث الأعمال كلها وطلعلك فلان اي حد بعرف يمثل بيش يمثل اللعبة مهش كده وأهلا وسهلا بأي حد محدش بيأكل لقمة حد والمسألة عرضي وطلب ومهش طبوية أنا برضو عارف ما نشراج المثالي عارف ان في بعض حاجات مصالح وبعض اتفاقات في السر وفلان بيشغل فلان أو علانة بتحصل بس ده في النهاية حتة بتحصل يعني لكن بشكل عام مصر لازم تبقى مكان لأي فنان عربي عايز يشتغل طبعا مصر ومالهي بروح فين يعني لا بس هما بيشوفوا ان في نجوم عرب كتير يعني قفزوا مثلا على البطولات المطلقة وان في نجوم مصريين يستحقوا الأعمال دي طب ما احنا في كل عمل بنعمله بنعمله شغالينه معنا نجوم عرب وشغالينه زي الفل ومفيش حد خدم من حققنا حاجة يعني والعهد ده مكان نصه نجوم عرب وفرح القبة نفسه يعني محدش جار على حققنا في حاجة جام بينا قياد نصار زي جمال سلمان زي صبر فواز زي صبرين زي صبا زي يعني طب شايف إيه سير بريق يعني مفيش حد كان ناقص حاجة يعني طب شايف مجرة نظرك إيه سير بريق الفنانين العرب لما بينزنوا مصر يعني بيحاولوا نجاح أكبر من نجاحهم في بلادهم إيه السبب في ده علشان بتبقى فيه يعني إيه فيه جزء من الموضوع برضو مش معتاد اللي هو حاجة الشوش مش معتاد يعني ده جزء يعني بين مسألة إنه وشي مثلا زي زافر ما هو وسيم إيه المانع إنه يشتغل ما هو حلو ينفع يشتغل مفيش عندنا مصريين وسيمين بارلو أهلا وسهلا لما إحنا منعناهم ما هو أحمد عزي بشتغل ومش عارف مين تاني بشتغل الناس اللي لها الوسيمة كلها ما هم بشتغل وزي مش بحدش خد من حقهم حاجة يعني وبيبقى الموضوع برضو مش متعلق بالوسامة قد ما متعلق بالقبول والموهبة طيب يعني ماشي ما فيه كتير فنانين أعلى من اللي جم هناك في سوريا أو في البلاد تانية ماجوش مصري مسألة ومشتغلوش في حين يعني بسام كوسة ده أنا أتمنى يجي مصري بسام كوسة كفنان عظيم ومسر عظيم في السوريا الأستاذ محمد مفتاح الفنان التونسي العظيم نفسي يجيه مسألة فنان كبار جدا جدا وفنان واحد يعني يتشرف اللي يشتغل جنبه أنا مش شايف أن دي مشكلة فكرة العرب ومصريين يعني كلنا واحد والجمهور هو الجمهور من محيط الخليج هو جمهور واحد ومش شايف يعني أنه هما بيقعدوا المصريين لا ما فيش حاجة أسماكد ما فيش حاجة أسماكد أنا في عزي ما كانت الدنيا مزهزها يعني أنا روحت اشتغلت مسلسل سوري في سوريا انتاج سوري وأنا ممثل مصري بيشتغل في مسلسل سوري بس الحقيقة أن العكس دايماً اللي بيحصل يعني بلاحظ أن الأعمال الفنية اللي بيظهروا فيها العرب معنا هنا في مصر يعني بيحصل لهم بريق غير متوقع عشان أنت مصري ست العكس بيحصل المصريين لما بيروحوا في أعمال سورية أو أعمال لبنانية أو تونسية أو مغربية ما بيظهرش زي ما بيكون في بلدهم أي يوم عشان أنت ناصر وحاكتك معروفة ومتشافت أكتر طبيعي دي حاجة حلوة تفرحنا لا بس يروح طيبة منك أساس صبري لا بس يروح طيبة منك في النهاية أيه أهلا بالناس كلها أهلا بالناس كلها ومن كل حتة في المنطقة العربية يجي ونورونا ويشتغل ونشتغل سوا وأهلا وسهلا من نفس بعض في الجودة وفي الحلاوة مش حاجة وحشة أنا مش شايف أنها على وحشة وأكيد مصر بلد للجميع قلب التوني طبعا